اشتركوا في القناة شاركت في المسابقة من كافة دول العالم وكلف جلالته حفظه الله سعادة وزير التربية والتعليم بنقل تهانيه إلى مجلس الأمناء ومديرة مدرسة الإيمان فرع البنات على هذا الإنجاز الوطني معربا جلالته عن فخره واعتزازه بالإنجازات المتميزة التي يحققها أبناء مملكة البحرين في المحافل الدولية والتي تؤكد تفوقهم دائما وهو ما يعد مصدر فخر لكل بحريني وأكد جلالته أن هذه الجائزة المرموقة تعكس جودة الخدمات التربوية والتعليمية المقدمة والجهود المبذولة في مجال تحفيز الكوادر وتحقيق أعلى مستويات التميز والإبداع في الأداء المدرسي بمجالاته كافة منوها إلى أهمية مواصلة العمل على الارتقاء بالعمل التربوي وتحفيز وتشجيع المتميزين والمبدعين وتمنيا لجميع العاملين في حقلي التربية والتعليم مزيدا من التقدم والنجاح